السلام عليكم أي شخص يدخل ريالا فقط ينطلب حاليا الدولة تقول لك إن لديك شيء مدخول ينطلب ربخ كين فلس تدخليك من أي بلاسة ينطلب حاليا والضربة التي ينطلب المواطنين هي أكبر جزء من الميزانية التي تمنزها لبلاد إذا ان تتخبت ينطلب واحد ينطلب ربيع وشرياء عندك شخص لبيع وشرياء وكينتربح منها الفلوس الأربح حاليا ينطلب حاليا انت عندك شي محلات ولا شي ضيور كاريهم هاديك الفلوس ديال الكرة تستخلص على هذه الدريبة وهذا هو الموضوع ديال اليوم لانه باش تصرح وتخلص هذه الدريبة ديال الكراوات ديال الفلوس الليك تشد في الكرة المداخل ديال الكرة سوان كاري دار او بارطما او محل تجاري وحتى ارض خاوية هاديك المداخل العقارية كما كيسميوها دولك تقولك تستخلص على هذه الدريبة واخر اجل الاخر ديال الشهر جوج 28 منو نهر واحد شهر 3 لانك تدخلشي فلوس من الكرة وما صرحتيش وخلصتي غا تبدأت تزاد عليك الغرامات ديال التأخير اذا كيفاش هالضاريبة ديال الكرة ولا الضاريبة ديال الفلوس اللي كنشد انا من الكرة فين غنصرح وش حال غنخلص وفوقاش نكون معفي لانا تقدر تكون معفي من هالضاريبة ديال وخاك تدخل الفلوس تكون معفي ما تخلصهاش ولكن ما معفيش من تصراح وهنا في نكين الفخ الليك تسترض منه البال نبدأوا بالإعفاءات ببساطة اي واحد كيدخل من هالكراوات قلي من ثلاثة د مليون في العام معفي من هالضاريبة هذه معفي خلصها ولكن خلص يبسي يصرح تمثلا كاري غاب الف درهم واحد دويرة ولا واحدة موحلة لقد الحال كتشد في الف درهم من الشهر هي مليون ومائتينة فرنج 12000 درهم في العام اذا انت قل من 30000 درهم قل من 30 المليون معفي ما تخلص حتى ضاريبة ولكن خلصك تمشي تصرح تمشي تدير الدكلاراسيون انك كاري راك المحل والديك الدويرة والديك الارض ولا اي حاجة ب1000 درهم من الشهر ولكن ما تخلص تريال تدير غاب تصريح وتخرج في حالك الله يعاوني ويعاونك ما تدرك يش تصريح وخان تامع فيه انت معرض للغرامات والعقوبات واش صافي غالي يقال من 30 مليون لا انزيدك الدولة دائرة واحد المساعدة في هذا الامر هذا انه يقدر حتى يوصل حتى الاربعالاف درهم كاري باربعالاف درهم من الشهر شي واحد دار ولا بارط ما ولا محل ولا اي حاجة يكون مافي كيف عشد شي هذا لانك تنقص بزافة الامور مثل انت كاري الواحد باربعالاف درهم للشهر ما حلو لا اي حاجة كاريه انت الواحد باربعالاف درهم للشهر هادربعالاف درهم للشهر يلا اضرب انها في 12 الشهر وما كيخرجو لك الداريب على اساس 12 الشهر يلا اضرب انها ضربعالاف درهم في 12 الشهر ستعطينا 48000 درهم اربحال المليون وتمانمائة طعب فرق اذا انت فتديك 3 المليون والتي تخلص الداريبة واش ستخلصها لا باللاتي دولة اعطاتك واحد البورسونتاج كتنقصه من ذاك المبلغ لليا اللي عام كامل من 40 الف درهم كتقول لك انقص 40% ومن يكت حسب 40 في المية دي ربعال المليون وتمانمائة كتلقاش مليون وتسعمائة تقريبا اذا قصتيها من ذاك ربعال المليون وتمانمائة هانتها بالطي تحت 3 المليون والتي مافي اذا اغلبية لالناس اللي علاقة الحال عندهم غير موحلات علاقة الحال اللي عايشين منهم اللي كاريب الف ولا بالفين ولا بثلتلاف ولا حتى اربعالاف درهم غالبا ما غيخلصش الداريبة لكن كرجان اكد رخصه ضروري يصرح وهذا الامور هذي اللي كتنقص ماشي غير باش تهبط تحت 3 المليون وما تخلش حتى باش تهبط المبلغ ديال الداريبة وفي هذه الاتجاه كان امور خراغ تنقصها من غير هذي 40% احنا غنجيو لها نجيو دبال واحد المثال ديال واحد غيخلص واحد كاري عنده كتر من محل ولا عنده ديور ولا عنده امور تدخل مليون في الشهر كيشتع شرع لفدنا في الشهر كيفاش يحسب هو هالداريبة اللي غيخلص ما غير تجيه ديال الداريبة باش يخلص انا غنفصل لكم مثلا واحد كدخل مليون من الكراوات ما غير تجيه ديال الداريبة الوعيه في العام جيح اللي خلص ديال الداريبة ديال الداريبة في العام مليون س rzecz 2.0006 متهos ١٢٠ مته triggered 나 كما تعرفت كيف سيأتيك انتهى الحساب الذي نديرنا على حساب مليون نديرنا على حساب المبلغ الذي يأتيك في العام للكرة 12 مليون سوف نضعه من 40% وهي 4.8 مليون ستبقى لنا 7 مليون ومئتين هذا هو الأساس فرض الضربة يقول أنت أخذ كريم مليون نحن لا نأخذ لك الضربة على أساس 12 مليون في العام نأخذ لك على أساس 7 مليون ومئتين في العام والصافة نخلص على هذه 7 مليون ومئتين لا ما زال سوف نقصه لك ولكننا نكمل لكم الطريقة الحساب هذه 7 مليون ومئتين كانوا واحد الجدول لكل واحد يدخل يطلع المبلغ الداربة والنسبة الداربة التي ستخلص إذا كانت تقال من 3 مليون كما قلنا 0% من 3 مليون حتى 5 مليون 10% وكانت تبقى طالعة حتى 3 مليون ومئتين في المئة كما ترى هذا الجدول إذا 7 مليون ومئتين الدولة ستخلص لها 30% هي تقريبا 21 ألف وستمائة درهم نجد 1 مليون ومئتين ما هي التي ستخلص ستخلص 30% إلا ما زال ستقص لك واحد المساعدة أخرى يدروها على حساب الجدول كل نسبة مئةوية التي يفرضون عليك الداربة على حساب المدخل الذي دخلت ينقص لك واحد المبلغ يعاونك به و30% مثلا في هذا المثال الذي أعطينا مليون للشهر التي تجد 12 مليون العام وكان نقصه 40% يعاون نقصه هذه المساعدة التي أعطيك على حساب النسبة التي تخرج لك الحالة 30% ينقصه 1.080.000 ريال 14.000 درهم ومن يكن تنقص هذا 14.000 درهم من 21.000 درهم وستمية كنت تبقى لك 7600 درهم هذه 7600 درهم هي التي ستخلص إلا أنت الداربة إلاك أنت كاري مليون للشهر 12 مليون اللهم إلا أنت خذ ورقة وستيله شوف شحال كاري أنت نقص هذه النسبة كاملة التي تكلمنا عليهم شوفين جيتين في الجدول لكي تخلص في الداربة وكين أمور أخرى تقدر تنقصها لكي يأتي المبلغ الداربة رخيص ويقدرها بطقة تحت 3.000.000 اللي هي الأفراد الأسرة التي تعيي لك تقدر تزيدهم في تصريح ريالك عندك المرأة والوليدات التي تعيي لك كل واحد تقدر تنقصه حتى 360.000 برهم 7.100 ريال تنقصها لقم المبلغ وتقدر في بعض الحالات تنقص حتى الضريبة للنظافة نجيه دابل تصريح قبل ما نجيه لأحد مسألة مهمة كيوقفها بزاف الناس وكي ندبها في القانون تغييرات وتأكدات في القانون بزاف الناس غير يضيعوا فيها خصوصا لكاريين الشركات ولكاريين الأشخاص عندهم لليل المحاسبة فتبع معيها مزيلا وكيف سنحصل بها بزاف الناس سيعطيب البوابة قام بخير إدارة الضرائب سهلة اهلاً سيتحسب لك اختيار الحساب السلع قام بمكانت المعلومات بمكانت المعلومات بمكانة بها أختيار السلع المعلومات بمكانة يخرج لك zero الى اكتمافي انك نعود نأكد عليكم روخ خمع في وغير يجيك zero وتتصور قليل من ثلاثة المليون ولا منيح حسبتي وحيتتي لك 40% والأمور واخرى جيتك قليل من ثلاثة المليون را تصريح ضروري تديره اذا كم ما قلت راكين هاد البوابة هاد السيد هادا دايرينه ادارة الضرائب تقدر تصرح فيه بسهولة ما فهمتيش تقدر تمشي عنشي واحد من الميهنيين ويصرح ليك را ساهل دكش نجو دبا النقطة اللي تكلمت عليها بزاف الناس كاريين شركات كاريين البانكة كاريين لاصيرونز كاريين شريكات كاريين اي واحد سواء داره للمحل و اي عاقة هاد الشركات هذي لزمت عليهم الدولة اقتعط عليك هاد الداربات جالكرة من من بعد وفي هاد الحاله تقدر تضيع انتة إلا ما كنتيش عارف حقك وعارف كيف تصرر وهذا الشي اللي غان نقول لك دابا اذا رجعوا النفس الميتال تا كاريين واحد الشركة ولا واحد الهاتفة بلدائها من الأسرانس ومع أي شخص يدعون من الدولة تتقطع من بلدائه في داخل العقارية ومع هذه السيديات التي تُعطيه من المال يُعطيه كل شهر ويُعطيه كل شهر ويُعطيه في المرة كما قلت نضي المثال يُعطيه 12 مليون في العام ويُعطيه 10% مثال 10% 12 مليون ويُعطيك حساب كل جميع 40% ويُعطيك كل جميع وهي مليون ومئتين الف فرق ولكن انت مني درتي الحساب اللي هضرنا عليه قبيلة جيتك اسب علاف وستمية درهم هذا الفرق ما بيس علاف وستمية درهم و 12 الف درهم اللي يقطع عليك هو واش انت ضعتي فيه؟ لا اللي لك تي كانبو مكتعرفش قانون مكتعرفش حقك لانه مدى مقطعت عليك هو 12 الف درهم وانت مشيتي صرحتي لان حتى اللي يقطع عليهم هادك اللي كاري عندهم ضريبة دلكرا مايقولش را نقطع هاله اللي كاري عندي بلا مامشي ندير لها تصريح الأول وتنتمو لزم تصريح قد تمشي لهذه البوابة وقد دير تصريح ديالك عادي كما الحساب اللي ذكرناها قبيلة قد تدخل مية اشينا في درهم وتترقص 40% وتنقص الأمور اللي تكلمنا عليها قد تخرج دكس بعلاف وستمية درهم مثلا قد نقوله انا جا ما دخلت لها وليدت الأول قد تتخلص دكس بعلاف وستمية درهم وانت قطع عليك هادك سيد 12 الف درهم قد تديرها في هاد السيد قد تدير ان اقتطاع من المنبع كان واحد البلاسة تمه راه 12 الف درهم وقد دوز تصريح ديالك عادي وقد تعمر واحد المطبوع في ادارة الضرائب باش تسترجع داك الفرق ونعود نأكد على واحد المسألة اخر اجل الاخر ديال شهر جوج إذا اتمن واحد ثلاثة ستزد عليك الهرامة ديال التأخير والتصريح ايجباري وخد تكون ما دخل الستيريال عيجيك زيرو داروري دير صريح ديال حد داريبه ديال لكرا لعاونك